حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضرتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر تسعى الدولة المصرية للنمو الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالبعد البيئي في كافة المشروعات التي تقام على أرض مصر هنتكلم عن ملف البيئة في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية عالميا وليس محليا فقط وعن مجهودات الدولة المصرية والقيادة السياسية وأيضا المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الهدف الأسمى وهو النمو الأخضر والتطوير في مجال البيئة بيشرفنا في الستوديو دكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة وكبير باحثين جهاز شؤون البيئة أهلا بك دكتور معي أهلا بك فان الحقيقة أنه البيئة عنصر هم جدا في حياة الإنسان وعنصر لا يمكن أبدا إغفاله واتكلمنا ويمكن في برنامجنا ودايما على المستوى الشخصي كنت دايما بأنادي بأن وزارة البيئة والملف البيئي يكون شريك أساسي في أي فكرة أو في أي مشروع أو في أي شكل من أشكال الاستثمار أو الخطط التي تقام في كل المجالات على أرض مصر وبالفعل من فترة وفي مرحلة سابقة بدأت الدولة تهتم بهذا البعد وبدأنا نرى ونسمع ونشاهد أنه بالفعل القيادة السياسية أدرجت البعد البيئي يمكن في أكثر من 50% من المشروعات إيه لحضرتك شايفوا الآن من موقع حضرتك وتخصص حضرتك أنه فعلا حقق نتائج إيجابية بيئيا بدأنا نهني مصري بنجاح الحدث الدول الكبير الكوب شرم الشيخ الحمد لله حقق نتائجه المجوة مصري من أوائل الدول التي اهتمت بمنظومة البيئة بل أفردت لها في الدستور المصري فيه بنود خاصة بالحفاظ مدى 45 من الدستور المصري دستور 2014 دي حبيبتي المادة دي بدفع عنها وبحرب عشامها كثير وبقى فيه جهاز متخصص في مصر لو جهاز شون البيئة وانضام لي من أعلى من سنة جهاز آخر تابع للبيئة اللي هو جهاز تنظيم وقدارة المخلفات يعني بقى الناس كتير متعرشين وفيه جهازين دلوقتي مسؤولين عن منظومة البيئة في مصر جهاز شون البيئة وجهاز تنظيم وقدارة المخلفات والاتنين تابعين لوزارة البيئة المصرية فده على الهيكل التنظيمي يعني وفي مجال التشريعات طبعا فيه قانون حتى قانون جديد صدر العام الماضي واللايحات التنفيذية صدرت من أشهر قليلة اللي هو برضو قانون المتين واثنين اللي هو خاص بإدارة المخلفات في مصر وده أحدث القوانين المنظمة ففي المجال التشريع والتنظيمي مصر خطت خطة كبيرة يعني وبقى فيه البيئة دخلت في كل حاجة يعني في كل مناح الحياة يعني يعني حتى في البرامج الإعلامية بقى فيه ناس متخصصين زي حضرتك كده بقى يهتموا بالبيئة يعني بقى فيه عندنا يعني جيل كبير وبيساعدنا يعني في تحييي منظومة العمل البيئي إيه اللي حضرتك شايفه من يعني حالك كلمت عن قوانين كلمت عن مشروعات قوانين وعن مواد في الدستور ولكن الواقع بعيدا تماما عن هذه المشروعات من القوانين أو من تطبيق القوانين خاصة لما نرصد سلوك المواطن المصري إيه اللي حضرتك بتشوفه من هذه السلوكيات ويعني بتأمل أو بتوجه بأنها لابد من وقفة مع هذه السلوكيات لتغييرها سواء المواطن العادي أو المسؤول في بعض القطاعات والله إحنا رصدنا من خلال دراسات تغير السلوك إن كل مشاكل البيئة جاية أصلا من السلوك البشري كانت تعديل السلوك دي لازم تأخذي يعني سنوات وسنوات يعني أول حاجة لازم الإنسان يعرفه بعد المعرفة دي بتتحول الواعي والواعي ده بيتحول إلى اتجاه اللي هو بيحرك سلوك الإنسان سواء إيجابي أو سلب وده بياخد عوامل يعني فترات زمنية طويلة جدا يعني فإحنا ابتدينا في هذا المجال دخلنا مناهج التربية البيئية دخلت في مناهج التعليم الابتدائي والإعدادي والسنوي وبقى في الجامعات بقى فيه جامعات وفيه كليات دلوقت متخصصة يعني في جامعة عن شمس وفي جامعة المنوفية وفي جامعة السادات فيه كليات متخصصة للدراسات البيئية ده ما كانش موجود مثلا في التمنينات يعني ابتدى الزهر الفترة الأخيرة زي ما قلنا سلوك البشر هو محرك كل شيء وهو أساس المشاكل زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني هو سلوك بجري في البداية وفي النهاية اللي بيؤثر في البيئة بس الناس يعني مش يعني مش النظرة بالسلبية والناس يعني بيتحب الجمال برضو يعني ما فيش أي حتى مواطن مهما كانت درجة ثقافته يعني يعني أنا أرى في النوبة يعني بيفرشوا شارعهم يوميا بالرملة ويعني وما فيش عندهم أي قطعة مخلفة في الشارع يعني ما شاء الله والناس بسيطة جدا وجميلة جدا النوبة دي بلد الحضارة وشفتها في الدخلة في قرية بشاندي دي بلد الحضارة مش بلد مش الناس البسيطة تظل بلد الناس الأصيلة الأصلي دي المكان الأصلي لأهم حضارة في العالم طبعا لكن وموجودة في قرية بشاندي في الوقت الجديد في الدخلة يعني فالناس البسيطة برضو بتحافظ على البيئة ويمكن لو رجعنا للسلوكيات احنا كان عندنا مبادرات كتيرة وسلوكيات يعني من جدتنا وكده كانوا بيحافظوا على البيئة واعادة التدوير كانوا يجوا في آخر الصيف أو الشتاء ونحن بنشيل الملابس الشتوي أو الصيفي يقضي ملابس اللي خلاص يعني لونها راح أو مش هتنفع ويعملوها يعني يعني أسائيس قماشوي ويودوها يعملوا منها الكليم اللي بيتبع دلوقتي في كرداسة بمبلغ كبير يعني فكانوا بيستخدموا المخلفات اللي نتجه منهم السناءات طبعا فى حاجات كتير وده علمي ظهر حديثا يعني اللي هو الأزياء المستدامة يعني حتى الأمم المتحدة يعني يريد تلقى الدوق على الموضوع ده الأزياء المستدامة يعني ودورها في البيئة واللي بتستهلكوا من موارد فالسلوك البشر احنا بنحاول نعدله من خلال التشريع ومن خلال برضو التوعية يعني فيه برامج كتيرة لتوعية الناس يعني من خلال الإعلام ومن خلال الجماعات الأهلية ومن خلال البرامج ان احنا بنوعى الناس بخضايا البيئة المختلفة اللي هو لازم يعرف الأول ويعرف ايه الأضرار اللي نتجه عن السلوك دوه وإيه الإيجابيات الموجودة لأن احنا من أوائل الدول يعني أنا عايز أقول لحضرتي كان مرة كتبه رجع الدراسة كده لقيت في الأيام الخديوي إسماعيل يعني فيه قانون كان عامله بيقولك من أحد سلغرة في الطريق العام بعد السامنة مساء يعاقب يعني شو بيتكلم على الضوضاء على الضوضاء قبل ما العالم كله يعرف البيئة وكده يعني فإحنا من أوائل الدول اللي اهتمت بالوعي البيئي من قبل الخديوي إسماعيل حضرتنا الخديمة قامت على احترامي البيئة ملعون من يلوث النهر ولا أقتل حيوان ولا أقطع شجرة لم أكن سببا في شقاء حيوان أو دموع إنسان دي وثيقة الحساب إنه يتعامل شوك جبك كل مفردات البيئة فدي موجودة في وجدان الإنسان المصري يعني على مدار التاريخي يمكن في فترة يعني للدبوط حياة لحاجات كتيرة يعني ابتدى يتغير السلوك لكن الناس في الأصل يعني بتحب الجمال يعني بتحب مكانهم جميل والبيئة المحيطة بهم جبيلة يعني يعني فده اللي احنا بنحاول يعني نرجعه تاني ونورسه تاني في الناس أتمنى أن احنا ننجح في المحاولة بمجهودات يعني المتخصصين وأيضا بدور الرقابة والمتابعة للسلوكيات اللي قد تكون يعني خارج إطار الحياة البيئية الطبيعية السوية هنطوقف مع حضرتكم مع ستادة المشاهدين نخرج لهذا الفاصل ثم نعود رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم دكتور مامدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة وكبير باحثين جهاز شؤون البيئة أهلا بحركة أفضل معنا مرة تانية كنا منتكلم معا عن أهمية البيئة والمبادرات اللي بتتبنها الدولة للحفاظ على البيئة ودخول المعيار البيئي بشكل أساسي وشريك أساسي في كافة المشروعات القومية اللي بتقام على أرض مصر إيه أهم التحديات اللي حضرتك شايفها بتواجه الدولة المصرية الآن وممكن في المستقبل أو في المرحلة القادمة ننجح في القضاء على هذه التحديات لا طبعا قضية التغيرات المناخية دي من القضاء العالمية والمحلية ليها تأثير كبير جدا لأن مصر بتدي تتأثر من مصر يعني زي ما بتشير كل التقارير بتطلع أقل من نص في المئة ستة من عشرة يعني مش مكملة واحد في المئة يعني برغم كده بتعاني يعني زي ما احنا شفنا في موجات شديدة في الصيف حد يعني في الحرارة والشتة اللي فيت برضو نفس النظام يعني وده العالم كله بتدي يتأثر بس الدول مصر ودول أفريقيا بتاتي تتأثر بشكل أكتر ده فده تحدي من التحديات التنمية القضايا برضو مشكلة المخلفات في مصر مشكلة المخلفات دي اللي كلنا بنعاني منها يعني الكسافة والعدد البشري وعددنا ويمكن احنا تصدينا للقضايا برضو في هذا الموضوع اللي هي المخلفات الإلكترونية ودي أحدث القضايا الموجودة لأن احنا للأسف الشديد بقى ننتج نوع جديد من المخلفات في مصر مخلف إلكتروني كل واحد يعني من المشاهدين اللي عادين لو راجع كده ببيته هيلاقي يملك من 6 إلى 8 كيلو مخلف إلكتروني لأن احنا عندنا ثقافة الكراكيب ثقافة الاحتفاظ أول موبايل جبته التخزين بالتخزين الأجهزة الإلكترونية لا أنت بتدورها أو بتديها لحد تاني يستخدمها واختفز بيها فلو دورنا هتلاقي في الكومودينو فيه تحت السرير فيه فوق الدولاب يعني حاجات كده ويعني ومفروض إن أخلاص أنت ما بتستخدمها لأننا ننتج 88 ألف طن سنوياً مخلف إلكتروني وده نوع جديد على المخلفات في مصر بنوعان من المخلفات الصلبة والزراعية والطبية لدينا نوع رابع اللي هو المخلفات الإلكترونية ده تحدي كبير وللأسف شديد عندنا مدفع واحد بس في مصر اللي هو بيستقبل هذه النوع من المخلفات لأنها مصنفة مخلف خطر اللي دي مش بيعتد ورها؟ نحن نتفينها؟ نحن نقول لك بننتج 88 ألف طن وعدد المصانع اللي شغالها في تدوير المخلف ده بالزبط 12 مصنع طب والعالم كلهم عنده مخلفات إلكترونية بيعمل إيه؟ ابتدى ينتج منها حاجات كتيرة أنا عايز أقول لك اليابان مثلاً في الدورة الأولمبية الأخيرة عملت الخمسة ألف مادلية بتوحها من معادن من مليون وستمئة ألف جهاز مخلف إلكتروني عملوا حملة قومية في اليابان الناس كانت بتوقف طوابير في محطة المتر بسلم مخلفاتها وخذوا المعادن بتاعة الأجهزة دي دربوا عصفرين بحجر يعني تخلصوا من الكم من الكبير من المخلفات الإلكترونية وعملوا منها المادليات الفضة والدهب والبرونز اللي توزعت في الدورة الأولمبية الأخيرة فده يعني ده إنجاز يعني يبقى موجود بعد كده عبق على اللي ينظم بعد كده فاحنا بنحاول نوع الناس بهذه القضية قضية المخلفات الإلكترونية وانا حتى كنت عرضتها في الكب كتجربة شبابية قمنا بها احنا ونفذنا على فكرة في 14 جامعة مصرية وابتدينا زي ما قلتي التوعية دي أساس كل حاجة وخلقنا قاعدة كبيرة من الشباب يعني عارف دلوقتي موضوع المخلف الإلكتروني وده أحد التحديات الفصل وانا أعلم كمان فرص اللي استثمار فيها يعني ممكن الشباب يشتغلوا فيها ويبقى فرص عمل يعني موجودة وده يعني زي ما قلتي ان احنا عايزين قاعدة تدوير فيها ويبقى فيه شغل فيها بشكل كبير يعني فده أحد التحديات برضو الأخرى الموجودة بالإضافة للقضايا برضو التانية يعني تلوث الندينا الحمد لله يمكن قاعدين عليه بنسبة كبيرة ما فيش عندنا مصر نعديلوقتي بيرنيو مخلفات صناعية على عمال الله يا بعد إيه يا دكتور يعني بس يعني الحمد يعني أمر طبعا عملنا محطات للعائمات النهرية لاستقبال للمخلفات بتاعتها موجودة في الأمريكي في اللوق صروف أسيوت نفسي بقى المراكب ونقدر نقول النقل النهري يبقى بالفلوكة بالريح بطاقة الريح بدل الجاز وبدل السولار نفسي بنتدأ يرجع لاستخدام التاقة والموتورات والتاقة المتجددة يعني إيه المركب الشراعي فاكرنا لو فيه دلوقتي يعني بتستخدم التاقة المتجددة يعني بتستخدم لوحات التاقة الشمسية يموتماشي للمركب يعني لأن كان فيه حتى جلسة كبيرة في الكوب عن النقل المستدام والنقل الأخضر وده التكنولوجيا الحديثة اللي احنا طلبنا بيها بنقلها للعالم النامي عشان يخش فيه في مجلات التنمية بدل السببان السلار أو الوقود والحفوري بشكل أساسي فدي أحد التحديات اللي موجودة في مصر والحمد لله مصر بتاخده وأعتقد حتى في مشروعاتنا الجديدة يعني دلوقتي العاصمة الإدارية كل ثلاثة عميدة تلاقي العميدة الرابعة فيه انتشحين منه العربية الكهربية لأنه يبقى ده المنتشر في السنوات القليلة اللي جاي فبتدينا نراعي كل الحاجات الأخطاء السابقة أن نحن ما نعاش فيها مرة أخرى نقدر نقول الأفكار اللي ممكن تقدم من قطاعات مختلفة تساهم وتساعد الدولة في تحقيق الهدف لأنه إذا كان المسؤول فقط بيضع رؤية بيضع قانون بيضع خطة بيقوم بتنفيذها على مستوى المسؤولية المحدودة إذا لم يجد من يساهم ويضع يده في يد المسؤول من قطاعات مختلفة قطاع خاص مجتمع مدني جامعات متخصصة لا يتحقق الهدف فإيه دور هذه القطاعات في تحقيق هدف الدولة؟ أولاً إحنا حتى كانت الدولة أطلقت مبادرة ومسابقة على مستوى محافظات مصر كلها من خلال وزارة التخطيط وكان مسؤول عنها المحمود محيد دين واخترنا مشروعات تعرضت في الكوب ومشروعات جبنا لها تمويل المشروعات دي نتجة من مراكز بحسية ومن أفراد عاديين يعني سمحنا لكل بالمشاركة ده أحد أهداف التنمية المستدامة اللي هدف 17 الشراكة إحنا كلنا في كوكب واحد كلنا في مكان واحد يعني الستوديو هنا كلنا فريق لازم نحافظ على المكان بتاعنا ولازم نحسنه بشكل جميل فكلنا في الشراكة يعني دي اللي بتدينا يعني الحكومة ما بقيتش بمعزل عن الشعب أو الأهالي يعني حتى جاهز شون البيئة أو جاهز تنظيم إدارة المخلفات في مجلس إدارته اختارنا يبقى فيه اتنين على الأقل من يمثلوا منظمات المجتمع المدني يعني هم اللي بيحطوا الخطط ويسيروا في مجلس الإدارة وده هو اللي بيسير الجهاز وبيحطوا له الرؤية بتاعته والخطط فحطينا في تشكيله اتنين من يمثلوا المجتمع المدني يعني هم اللي بيوصلوا صوت المواطن العادي البسيط يعني بعيد عن ممثل الوزارات الأخرى فالشراكة ده شكل أساسي وإحنا بنشارك كل الناس معنا دلوقتي بنستفيد بالأبحاث العلمية اللي موجودة كانت الأول الأبحاث العلمية بتتعامل وتتركي نعرف لا هنا بنستفيد بيها وبالعكس بنشجع بيئة يعني في تكامل دلوقتي بنشجع المبادرين اللي عندهم أفكار يعني في مجال تحسين البيئة والمكان مفتوح ليهم يعني أهلا بيكم في أي مشروعات وأعتقد يعني كل جهزة الدولة يعني يعني يهمها أن الصورة تبقى أحسن وأفضل يعني أكيد هتوقف محارتك مرة تانية ونخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم دكتور ماندوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة وكبير باحثين جهاز شؤون البيئة أهلا بحركة فاندي معنا وإحنا بنختم لقاءنا نهاردة عن البيئة وعن سعي مصر بخطوات وسعة ووثيقة للحفاظ على البيئة في مصر إيه أهم الخطط والتوقعات والرؤى اللي حضرتك بتتمنى أنها تطبق في المرحلة القادمة ويكون أيضا لوزارة البيئة دور كبير والجهاز شؤون البيئة دور كبير فيها أعتقد أننا نبدأ خطوات تنفيذية عندنا لو استعرض من أول أسوان كده عندنا أكبر محطة الطاقة الشمسية في العالم موجودة في أمبان لو أنت ماشي على الطريق الصحراوي من أسوان تلاقي المزارعين اللي عنده فدان أو اتنين بيستخرج المياه دلوقتي في المزارع الصحراوي على الطريق الصحراوي عمل واحدة شمسية وفوق البير وبيستخرج بها المياه فبقى الناس عندها خلاص وعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة اللي بتحفز على البيئة يعني وده نتيجة برضو العوام الأخرى أنه ابتدى السعر يرخص شوية الحاجات دي كانت غالية فكان الإنسان بيبعد عنها البسيط يعني لكن دلوقتي احنا يعني وفرنا له بسعر رخيز عندنا تحول الطاقة المتجددة التحول للنقل الكهربائي على مستوى مصر يعني وفي خطوات شبكة الطرق اللي تعاملت في مجال الحد بتدينا ندخل في بعض البرامج الكبيرة يعني احنا حتى بنتولى زعامة أفريقيا في هذا الجزء يعني وأعتقد يعني يعني إصرار مع الوزير الخارجية على إدراج مبدأ اللي خرج بيه من المؤتمر اللي هو سندوق الأضرار والخسائر اللي هو هيمدي العالم كله خاصة من الدول النامية لاي حاجة تحدث في كارثة بيئية نتيجة للتغيرات المناخية العالم كله يبقى مستعدل في الأنشط فاحنا ماشيين وأعتقد يعني حتى فخامة الرئيس يعني عمل برنامج كبير اسمه متحضر للأقدر يعني برعايته الشخصية وفي مبادرة كبيرة لزراعية أكتر من 10 مليون شجرة في مصر يعني لمواجد التغيرات المناخية ولإعادة الجو اللي طبيعته تاني المشروعات دلوقتي كلها حتى مشروعات الكبرى بنراعي فيها البعد البيئي ويبقى ليها دراسة تقييم أثر بيئي قبل ما تتعمل وده ما كانش بتعمل يعني دلوقتي حتى الحكومة دلوقتي بنتمي متابعتها من خلال الوزارات المختلفة بأي مشروع قاومي كبير بتعمل لازم يبقى ليه دراسة تقييم أثر بيئي وده برضو ده موجود ده فيه بقى قانون وفيه متابعة لهذا المشروعات وفيه مجلس دلوقتي أعلى للطاقة وفيه حاجات كتيرة مصر عملتها في هذا المجال وفيه دور كبير يعني لمنظمات المجتمع المدني اللي أنا بمثل أحد يعني في روح حالة ومسؤولة عن الشباب والبيئة عاملين شغل كبير قوي يعني في هذا المجال لأننا دورنا مكمل لدور الحكومات يعني وكلينا بناء خاص في الكوب قدام العالم عرضنا تجارب الجمعيات والمنظمات المصرية وتجاربها وديهم ما كانتش بتقل عن دور الحكومة بالعكس احنا عرضنا مشروعات كبيرة يعني ببعض الجماعيات البسيطة في السعيد قامت بيها في مجال تغيرات المناخية ومجال التنوع البيولوجي وحاجات كتيرة جدا يمكن عايزة حلقات عشان نعرض الشغل اللي تم يعني وده كان أحد عام النجاح المؤتمر ترجمة نانسي قنقر